فقط الاتفاقيات اللي توقعوا احنا راك نزلو فيهم بوحدة بوحدة اما نعطيك اخر مثل انه اتفقنا يعني في اتفاق ديال مي وعلى الزيادة ديال الف دهم خمسمائة دهم خمسمائة ديال دهم دوزنا الاسبوع الماضي واحد وثلاثين نصف نظيمي نذكري اللي هم التطبيق ديال سميته والناس في اخر ديال الشهر غادي قبطو ان شاء الله خمسمائة ديال الدهم اللي هم موجودين في القطاع العام القطاع الخاص عملنا كذلك اجراءات كبيرة فلا ما كنش يعني في شي حكومة ان الاصاليات تزادوا بعشرين في المئة ديال القطاع العام غادي تزادوا بخمسة بخمسة وغادي تزادوا بخمسة وغادي تزادوا بخمسة فهذا الموانده هذا عشرين في المئة وهذا شي جد ايشابي الفلاحة كمسة وعشرين في المئة يعني زعماسي دي كومم دي غوكور لغاس العمل الجد دي النقابة وكذلك بالشكر دي التفاهم دي القطاع الخاص يعني والمؤسسات يعني بالخصوص من دكولاسيو جيام على العمل وعلى التقاة اللي عملوا في الحكومة وعملوا في النقابة أنه توجه معنا وفعلا كان الضروف غير عادية في البلاد ولا في العالم ولا دي اللانفلاسيون أن الأمور كلها تبتلت الحمد لله الأمور الآن في استقرار لبقي كهداء التدخم نذكر بي أن هذا خمس شهور الأولى اللي بلزت رحنا في صفة فصيلة 9% ناقص 1% من المنسبة دي التدخل دي التدخم ومنظنش أنه من هنا الأخير السنين فوتوا 11% يعني واحدة ونص وتوضي واحدة ونص إن شاء الله في المستقبل إذن كين واحدة الحمد لله التدخم اللي هو ولا مستقل وكين إمكانيات اللي كان حاولوا أنهوا نتمشوا يعني مع المتطلبات دي الناس اللي كيشتغلوا والناس اللي ما كيشتغلوش كذلك ما تنسوش بأنه المجهود الكبير اللي جابت به الحكومة اللي هو الواصل الملاكي الكبير دي الدعم الاجتماعي ما تنسوش رأى مهم خمسمائة درهم مساحة لاش غدات واللي غدات واللي خمسمائة وخمسين يعني ستمائة دي الدرهم كي لا توصلوا تسعمائة دي الدرهم على حسب العدد دي الأطفال فهذا يعني تحول نوعي تحول نوعي كبير بالنسبة للبلاد واللي احترواه كي يطرح لإطارها الإكرارها دياله بالنسبة للشغيلة وبالنسبة للعمال رأى واحد العدد ديال المناطق يعني الناس كيمشوا يقلبون با طبع كنت تكلموا عن البوبلم ديال تشغيل وديال لنبلوار وديال الشماج ولكن رأى أنا كنت كنت اشترطة مع واحد العدد ديال الوزراء يعني لهذه الأسبوع الماضي واحد العدد ديال الشركات اللي جوا باش ياخدوا خمسمائة ديال الأشخاص تسمية ديال الأشخاص بس كمحتاجين في ناحية ديال قنطرة أولا في ناحية أخرى والناس ما بغوش يمشيروا لها ديك يخرجوا من المنطقة ديالهم يالله القوم يا اللي قبلات لأنه ديك المنطقة معروفة بأنه عنده واحد يد العاملة اللي هي مؤهلة وتشتغل بي يعني بواحد المعقول وواحد العمل وكي يحبوه الناس فيعني هادو إمكانيات اللي كين واحد التحول وهاد شي ديال الدعم الاجتماعي فيه فيه لزنفانتاج دياله وكين كي الإشكالية ديال الناس خصت مش تخدم والناس خصت فهم بأنه رهم الحساب اللي كيد داوش عنده الحق ولا ما عندهش الحق مشي هو أش كيد خليه في جيبه دوك را يلا خدمه داك شي را ما رالإشكال أشنو هو يعني اللي كي تحسب له هو اللي كي تحسب له هو اللي كي تحسب له هو اللي نيفو دبي دياله اللي يعيش فيه فما يحرموش الشركات ديالنا من العمل وعلى أيين تلتالف درهم رماشي هي خمسمائة درهم ولاستمائة ديال الدرهم وغدا يمكن تكون ربعلا في درهم والواحد خصو يدير رجليه الشركة لأنه الأمور كتطور شكو اللي قال لأنه في ضعف خمس سنين غادي تزاد اللي صالها ديال عشرين في المياه شكو اللي قال لاش غادي وقع من بعد خمس سنين لأخر ديال الأمور غادي تطور أحسن وأحسن وحنا رأي تجربة اللي بغينا أنه هاد الناس اللي كينين فاتش ديال ديال لزالوكاسيون ديركت أنه نواكبوهم باش يلقوا الشورل ويشتغلوا ويكونوا اندبندون ويخرجوا ويخلوا الواحد اللي هو تهوى عنده يعني الغارات في داكشي وعنده مشاكل دياله ويأخذ المكان دياله لك هذا يعني التحول الاجتماعي اللي هو اللي هو كبير قبن هدونا على هاد اليزوغمانتاشون ويسي أعطينا خمسة في المياه دياله روفالويزازيون باش طلعنا لبنسيون دياله روتخيت مستاد ستمائة ألف وحد ستمائة ألف روتخيتي بزات اللي هوم خمسة في المياه يعني في في لازوغمانتاشون دياله ببنسيون ويدي تكون بأطار رجعي كين تتادي القوانين اللي هما كلهم مهمين ولكن ما كينش هاتش كين نقابات طلبة كل نقابات طلبة عندها واحد العدد ديال النقاط اللي كينا في الاتفاق الاجتماعي الكبير اللي ققعناه لأول وانا كنتكلم على الاجتماعي الكبير وهذا لا يعني أن الوغيست غادي نساوه احنا غادي نشتعله فيه أنا كي ظهر لي بأنه اليوم استمعت الجميع واستمعت لأن الأول الكل يعني في هاد الغرفة المهمة كتقول بأن جاء الوقت يعني لأنه بلدنا غادة تمشي في الاستطمارات وغادي تمشي في الإنتاجية وبغينا نشغلوا الناس كتر بغينا تكون عندنا يعني واحد الأمور اللي هي واضحة وبغينا يكون عندنا واحد التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل وكذلك تعزيز آلية الحوار والمفاوضات في حل نزاع ديالشغل وحنا بغينا سمعت للإخوان ديالنقابات ولهذا بأنه المشروع اللي كي اليوم ما مقبولش يكد شي اللي فهمت ولكن هادي شهور وحنا في نقاش باش تشوفوا كيفاش نفتحوهاش يعني نفتحوه لأفاق باش يكون التوازن بين القطاع الخاص وبين القطاع تيالشغل وان شاء الله احنا في الوسط وحنا كي يظهر لي بأنه غدي نتوصل مع السيد الوزير اللي قام لي اللي قال لي بأنه نهار الخميس ان شاء الله في هذه الشيء غدي يبدأ أول من بعد مباشرة من بعد الحكومة يبدأ أول اجتماع ديال هاتشي ديال القانون ديال الإضراب ونتمنوا الله أنه نمشيوا بسرعة يعني ان شاء الله في التنزيل دياله إما نكملوه دبا إما نكملوه فلاران تخيف سفتمبر إن شاء الله يكون واجد الأكتوبر وغادي نمشيوا بالتوازن بالتوازن للشان قول لكم ما تكونوا لنا قابيين ولا أمضافر يكونوا ربو أسره مسؤول واحد بغاية استطمر أشنو ما الدمانات اللي خصو والعامل خصو يخدم ويشتغل ويمارس الحق دياله اللي عنده هذه ست سنين ستين عام خاصرته هو يكون عنده الدمانات دياله إلا بغاية ديال إضراب أو لا إلا بغاية توقف أو لا إلا ما تخلش أو لا عنده مطالب اللي هي يعني يعني مشروعة وما كانش اللي كيتفهم مع أنفس فأنا كنقول هذا مشروع قانون الإضراب ديال ألفين وعشرين نهاية ألفين وعشرين غادي نكونوا إن شاء الله مع النقابات غادي نتسلموا